بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دالة لغارة 100 لباكالوريا 2017 شعبة تسيير واقتصاد حيث قال واحد روماني نعتبر دالة G المعرفة على المجال المفتوح طرفي وهو من صفر إلى زائد من النهاية كما يلي G لإكس وسائلون إكس مربع زائد ثلاثة في لغارة X ناقص ثلاثة قال واحد أدرس اتجاه تغير دالة G ثانيا قال بي أن المعادلة G لإكس وسائل سفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصول ما بين 1.40 و 1.41 ثم استنتج إشارة G لإكس حسب قيم X اثنان روماني قال نعتبر دالة F المعرفة على المجال المفتوح طرفي من الصفر إلى زائد من النهاية B F لإكس وسائلون إكس زائد واحد ناقص ثلاثة في لغارة X على X قال ليكن C F تمثيلها البيانة في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس قال واحد أحسب لميت F لإكس لما X يول إلى صفر بقيم أكبر ثم أفسر نتيجة بيانية بقى قال أحسب لميت F لإكس لما X يول إلى زائد من النهاية ثانيا قال بي أن من أجل كل عدد حقيقي X موجب تماما أن F فتحة لإكس تسوين G لإكس على X مربع يعني هذه هي G لإكس هذه على X مربع ثالثا قال استنتج إتجاه تغير الدالة F ثم شكل جدول تغيرتها رابعا أيف قال بيان أن المستقيم دالتا ذا المعادلة إجلا جيسوي X زائد واحد مقارب مائل للمنحنة C F ثم بقى لأدرس وضعية المنحنة C F بالنسبة إلى ماذا إلى دالتا خامسا قال أنشئ المستقيم دالتا والمنحني C F حيث يُعطى F ألفا يُساوي بالتقريب واحد فاصل ثمانية وستون سادسا ألف قال بيان أن الدالة H حيث H لإكس يُساوينا واحد على إثنان في لغاتم X بكل مربع دالة أصلية للدالة لان X على X على المجال المفتوح من الصفر إلى الزائد من النهاية فقال أحسب S مساحة تلحيز المستوي المحدد بالمنحنة C F والمستقيمات التي معادلتها X يُساوي واحد وX يُساوي الأسية والمستقيم Y يُساوي X زائد واحد إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال أول قال أدرس اتجاه تغير دالة G إذن هنا مباشرة لما يقول هذا لا دعي لحساب النهايات إنما ننطلق مباشرة بالمشتقة وإشارتها إذن نكتب هنا دراسة اتجاه ماذا تغير الدالة التي اسمها G أكيد على المجال هذا نقول أولا الدالة G قابلة للاشتقاق على ماذا على المجال من الصفر إلى الزائد من النهاية ودالتها المشتقة تصبح لنا G فتحة لX يُساوي مشتقة X مربع أكيد هو إثنان إكس زائد ثلاثة في مشتقة لغة لتم إكس أكيد هو ماذا في واحد على إكس يعني مشتقة لغة لتم إكس هو واحد على إكس ثم هذا الثابت اللي هو النقص ثلاثة لما نشتقه يذهب إلى السفر تصبح لنا كم تساوي هذه تساوينا إثنان إكس زائد البسط في البسط والمقام في المقام لأن هذا مقامه واحد تصبح لنا ثلاثة على إكس الآن هذه هي المشتقة ثم بعدما ندرس المشتقة علينا بإشارتها نقول الآن وماذا وعندنا إثنان إكس زائد ثلاثة على إكس هذه قيمة مجابة تماما على المجال هذا اللي هو من الصفر إلى الزائد من النهاية لماذا أبنائي؟ لأن إثنان إكس نحن نتعامل مع إكس أنه ينتمي إلى القيمة المجابة تخيلوا إثنان إكس صبح مجابة وثلاثة على إكس صبح لنا مجابة لأن هذا مجاب وهذا مجاب فمجموعة عددين مجابة يساوي عدد مجابة فمنه المشتقة ماذا نقول ومنه أصبحت أنه جي فتحة لإكس أكبرت من الصفر نقول ومنه الدالة جي كيف هي دالة جي متزايدة تماما على المجال التعريف لهو من الصفر إلى زائد ما لا نهاية فقط أبنائي هنا يعني تنتهي كلمة أدرس اتجاه التغير لو قال أدرس تغيرات الدالة لنطلقنا من النهاية وتوقفنا في جدول التغيرات بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى الجزء الثاني قال بيّن أن المعادلة جي لإكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصور ما بين 1.40 و 1.41 هنا أكيد مباراة قيمة توسيطة نقول البرهان أن المعادلة من هي المعادلة التي هي جي لإكس تساوي السفر تقبل حلا كيف هو إذن عفوا قلت حلا وحيدا ألفا لكن هذا ألفا أين محصور ما بين 1.40 و 1.41 نقول هكذا الدالة من هي الدالة؟ الدالة جي كيف هي مستمرة أولا و متزايدة تماما على مجال تعريفها اللي هو مجال تعريف على المجال من الصفر إلى الزائد ما لنهاية إذن فهي مستمرة و متزايدة على هذا المجال الجزئي نقول إذن فهي مستمرة و متزايدة تماما على المجال الجزئي اللي هو من الواحد فاصل أربعون إلى غاية الواحد فاصل واحد وأربعون هذا الأمر الأول إذن كل الدالة بما أنها مستمرة على مجال كلي كبير فهي مستمرة و متزايدة على المجال هذا الصغير اللي هو ما بين 1.40 و 1.41 نقول و عندنا وجيلي ماذا؟ جيلي 1.40 يعني نعوذ هنا بـ 1.40 وهنا بـ 1.40 وهنا بـ 1.40 فماذا نتحصل؟ نتحصل على قيمات تقريبية اللي هي ناقص 0.03 و ماذا؟ وجيلي 1.41 يساوي كذلك نعوذ هنا بـ 1.41 وهنا وهنا فماذا نتحصل؟ نتحصل على بالتقريب 0.0 كم؟ 18 ما معنى؟ معنى السفر ينتمي إلى ما بين قيمتين مجابة والأخرى سريبة نقول سفر ينتمي ما بين الناقص 0.03 و 0.018 نقول هكذا حسب مبرهن أعفوا نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن ماذا؟ فإن المعادلة جيلي إكس تساوي سفر تقبل ماذا؟ تقبل حلا وحيدا اسمه ماذا؟ اسمه ألفا حيث هذا ألفا محصور ما بين 1.40 و 1.41 يعني هذا السؤال بالدرجة الأولى هو يحفظ فقط لأنه مبرهنة قيمة وسيطة كل سنة لها نصيبها في المواضيع خاصة الدولة إذن قلت نقول أولا دلاجي مستمرة ومتزيدة على المجال الكل اللي هو من صفر إلى زائد مالية فهي مستمرة ومتزيدة تمنع المجال جزئي من 1.40 إلى 1.40 لأنه هذا المجال هو جزئي من هذا المجال ثم نقوم بحساب صورة ماذا؟ صورة 1.40 يعني نعوذ هنا في الدلة و 41 نجد 1 موجب والآخر سالفة إن الصفر ينتمي بينهم أو الجداء ما بين هذا وهذا قيمة سالبة هذا كذلك يجوز معناها نقول وهكذا نقول جيلي 1.40 في جيلي 1.41 قيمة سالبة هذه نكتبها هنا كذلك يجوز فقط أبنائي وأكيد هذا السؤال سوف يختمونا في السؤال الذي بعده ثم الذي يأتي في الجزء الثاني الذي يدل لأف بعدما أنهينا مع هذا وتذكروا أنه تصبح لنا هنا جيلي 1.40 يساوي ساوي هذا هو معناه المعادلة لها حل يعني هذا 1.40 إذا جاء هنا إلى البطن تصبح لنا جيلي 1.40 يساوي كم الصفر هذه تذكرها جاء السؤال الذي بعده ثم استنتج إشارة جيلي X حسب قيم X إذا نكتب هنا استنتاج إشارة جيلي X على المجال وهو من الصفر إلى الزائد من النهاية هنا ما علينا إلا الاستعانة بهذا الجدول لاحظوا إذا وضعنا جدول هنا ركزوا هكذا أبنائي حتى تتعلموا هكذا الجزء ها هو ثم نضع هنا هكذا ونضع أن الدلة غير معرفة عند الصفر ركزوا نقول هنا X من الصفر إلى غاية الزائد من النهاية وهنا جيلي X لكن هنا ما أنصحكم ولو حتى في ورقة المسودة قموا برسم جدول تغيرات حتى تلاحظوا شيئا معينا دقيقوا ما هو هذا إذا هذا الأمر حتى ولو وضعتموا في المسودة لتلاحظوا كيف تجيبون على هذا السؤال وبطريقة جد سليمة ها هو جدول التغيرات قلت نضعه إلا في المسودة فقط قلنا X من الصفر إلى الزائد من النهاية هذا الجزء الأول إذن وقلنا أن هنا جيلي X هالجيلي X أين تنعدين قلنا أن الدلة كيف هي الدلة هكذا متزيدة بالرغم أننا لم نحسب نهايتها لكن إنها متزيدة لأن قلنا الدلة متزيدة من الصفر إلى غاية الزائد من النهاية قلنا أنه ماذا قلنا لاحظوا هنا أن جيلي Alpha يساين كم الصفر لأن قلنا Alpha هو حل هذه المعدلة هذا ماذا يعني؟ يعني إذا وضعنا هنا Alpha ينزل هذا Alpha إلى غاية هذا المكان تصبح لنا هذه العبارة جيلي X كم تساوي؟ تساوي الصفر لأن قلنا جيلي Alpha يساوي الصفر حتى تفهموا جيدا إذن هنا ماذا يصبح؟ تصبح لنا قيمة الصفر إذا جاء هذا Alpha إلى بطن G تصبح كم تساوي الصفر الآن لاحظوا الذي تحتق الصفر كيف هو وها هو الصفر القيم الذي أسفل الصفر كيف هي سالبة والتي فوق الصفر أكيد هي مجابة إذن هنا نلخص هذا الأمر ونقول هنا Alpha إذا كان Alpha تصبح لنا جيلي X تساوي الصفر هنا من هنا عندنا الزائد ومن هنا ناقص لأنها هو الصفر يقول أحدكم أستاذ وإذا كانت هكذا فأكيد تكون هنا الناقص وهنا الزائد هنا تضعون هنا زائد وتضعون هنا ناقص حتى تفهموا الفكرة في الحالة العامة لكن هذا قلت في المسودة أو يمكن أن تضعه حتى في ورقة الإجابة فلا حرج في ذلك بعدما أنهينا مع هذه الزنة الآن إلى الجزء الثاني قال ثاني روماني قال نعتبر الدلة F المعرفة على المجال من الصفر إلى الزائد ما أنها F لإكس تساوي X زائد واحد ناقص ثلاثة في لغة X على X قال ليكن C F تمثيلها البيانة في المستوى المنسوب إلى المعالم المتعامد والمتجنس قال واحد ألف أحسب للمت F لإكس لما X يؤل إلى صفر بقيم أكبر ثم فسر نتيجة بيانيا إذا نكتب هنا حساب ماذا؟ للمت F لإكس لما X يؤل إلى صفر بقيم أكبر لاحظوا وانتبهوا وهنا بما أنه قال وفسر نتيجة بيانيا أكيد سوف نجد مستقيم مقارب عمدي معناه النهاية سوف نجدها ما لا نهاية لا جدال بما أنه قال فسر نتيجة بيانيا لاحظوا جيدا نصبحنا هكذا لمت F لإكس لما الإكس يؤل إلى الصفر بقيم أكبر تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا لمت إكس زائد واحد ناقص ثلاثة في لغة لإكس على ماذا؟ على إكس هكذا لما إكس يؤل إلى الصفر بقيم أكبر لكن هنا أركزوا معنا عندنا بعض النهاية الشهيرة التي هي لمت لان إكس لما إكس يؤل إلى الصفر بقيم أكبر هذه معروفة أنها تساوي لنا نقص معنية يعني اللغة لإتم صفر زائد مثل ما نقول لان صفر زائد هذه تساوي لنا نقص معنية نهاية يحفظوها هذا الأمر لا جدال فيه وعندنا نهاية أخرى كذلك عليكم أن تكونوا على دلابها وهي لمت واحد على إكس لما إكس يؤل إلى الصفر بقيم أكبر تساوينا مثل ما نقول واحد على صفر زائد وهي زائد ما لا نهاية إذن هذه واحد على صفر زائد يعني هكذا واحد على صفر زائد هذه تعطي لنا زائد من وواحد على صفر نقص هي نقص هذه يحفظوهم أرجوكم الآن هذا ماذا يعني؟ يعني أن تساوي لنا لمت هنا لو نعود في هذا المكان لا يحدث شيء إذن نصبح لنا إكس زائد واحد ناقص ثلاثة في لان إكس هكذا في واحد على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أكبر قمت بالتفكيك فقط إذا كان عندنا آ على ب يساوي أن آ في واحد على ب هذا هو المعروف في خواص الكسور لكن دقيقوا الآن هذا ها هي نهايته هي النقص مالا نهاية وهذا ها هي نهايته زائد مالا نهاية معناها أصبح لكم ناقص مالا نهاية في زائد مالا نهاية كم ناقص في الزائد هو ليس حالة دمتعين هي ناقص مالا نهاية والنقص هذا الذي سبقهم تصبح لنا زائد مالا نهاية أرجو قد فهمتم ركزوا هذه ناقص مالا نهاية وهذه كليا زائد مالا نهاية الناقص مالا نهاية في زائد مالا ليس حالة دمتعين لما تكون واحدة زائد وبينهما ليس في جمع يعني هكذا ناقص مالا نهاية زائد مالا هذا نعم حالة دمتعين لكن هذا هكذا فيه ليس حالة دمتعين إنما هو ناقص مالا نهاية إذن فتصبح لنا النقص مالا في الزائد ما هو ناقص مالا نهاية والناقص هذا الذي سبقهم يعطي لنا زائد مالا نهاية يقول أحدكم وهنا هنا إذا عوضنا هذه تعطينا واحد واحد زائد مالا نهاية لا يحدث شيء تبقى زائد مالا نهاية أرجو قد فهمتم إذن هذه أعطت لكم هذه النهاية ناقص مالا نهاية وهذا واحد على إكس ها هو زائد مالا في النقص مالا يعني أصبح لكم هذا في هذا هو ناقص من النهاية وعندنا ناقص هذا بيسبقهم كل ينصبح لنا زائد من النهاية التفسير الهندسي أو البياني التفسير البياني هو ماذا هو x يساوي ذلك العدد الذي كنا نحسب عنده النهاية هذا هو x يساوي صفر مستقيم مقارب كيف هو موازي لمحور التراتيب بل هو محور التراتيب في هذه الحالة نقول حتى لهو مستقيم مقارب نقول هكذا عامودي يجوز أن نقول عامودي إذا مستقيم مقارب عامودي أو نقول هو محور التراتيب لأن x يساوي صفر في حد ذاتي هو محور التراتيب هكذا قد أنهينا مع هذا النهاية بعدما أنهينا مع هذه نأتي الآن إلى الزائد من النهاية أمرها جدا بسيط عند الزائد من النهاية تصبح لنا هكذا ماذا لمت ناقص زائد واحد ناقص لان لان اكس على اكس لما اكس قال يؤول إلى الزائد من النهاية نحن نعلم أن النهاية شهرة لا جدال عليكم بحفظها اللي هي لمت لان اكس على ماذا على اكس قوة آن لما اكس يؤول إلى الزائد من النهاية هذه معروفة أنها تسوي لنا الصفر هذه احفظوها ارجوكم قلنا تسوي لنا الصفر اذا هذه اين تذهب تذهب إلى الصفر اعوض الآن هنا فماذا تصبح لكم تصبح لنا قلنا هذه تطبق عليها هذه القاعدة التي كتبتها باللون الأزرق تعطيكم صفر وعوضو هنا تصبح زائد بد ما لا نهاية زائد واحد لها تعطي لنا زائد ما لا نهاية ما هو التفسير الهندسي لا يمكن أن نقول التفسير الهندسي لأن التفسير الهندسي أنه لا يوجد مستقيم مقارب وفوقي فقط في هذه الحالة أكيد سوف يطرحه السؤال أسئلة القادمة هي التي تبي لنا أنه يوجد مستقيم مقارب مائل بعد ما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى ثانيا بين أن من أجل كل عدد حقيقي X موجب تماما أنه F فتحة لX تسوي G لX على X مربع إذن نكتب هنا البرهان أنه إذا كان ماذا X موجب تماما يعني ينتمي إلى مجموعة التعريف لأننا من الصفر إلى زائد ما لا نهاية فإن F فتحة لX تسوي G لX على X مربع يعني تسوي هذه القيمة على X مربع نقول الدالة F كيف هي قابلة للاشتقاق على مجال التعريف لهو من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية وتصبح لنا F فتحة لX يسوي ما هو مشتق هذا الـ X مشتق X أكيد هو واحد وما هو مشتق الواحد هو مشتق أي عدد ثابت هو الصفر ثم ناقص ثلاثة في لاحظوا هذه مكتوبة على الشكل U على V مشتق كسر ماذا يسوي؟ مشتق نسبة يسوي مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع هذه قاعدة عليكم أن تحفظونها لجد إذن وهو العبرة التي نحن بصددها اللي هي لان X على X يقول أحدكم والثلاثة الثلاثة أتركوها تتبع لا دخل لكم فيها هذا العدد أتركوه يتبع هذه إذا أتينا إليها وقلنا مشتقها ماذا يسوي؟ سوينا مشتق البسطي مشتق لان X أكيد هو واحد على X مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام مشتق X كم؟ هو واحد في البسطي على المقام مربع أولا يذهب هذا مع هذا كم يبقى لكم؟ ألا يبقى لان واحد؟ معنى تبقى لان واحد ناقص لان لأن هذا واحد في لان X هو لان X على X مربع أرجو قد فهمتم لاحظوا إذن مشتق لان X وواحد على X مشتق البسطي في المقام مقام هو X ليس في مشتق المقام في المقام ناقص مشتق المقام مشتق ال X هو واحد في البسطي على المقام مربع بعدها ماذا يمكن أن نفعل؟ أكيد هنا سوف نواحد المقام حتى نصل إلى هذا الشيء على المقام مربع تصبحينا F فتحة ل X تساوي أكيد لاحظوا وانتبهوا تصبحينا واحد ناقص هنا لاحظوا قلت وركزوا معي أرجوكم بما أن هذا العدد المضروف في الكسر كليا فيدخل إلى هنا مع إشارتي لهذا أحذركم من هذه الأشياء إذا أتينا وقلنا هكذا نترك هذا يضرب هنا سبحينا ماذا؟ سبحينا ثلاثة وهذا يضرب هنا سبحينا نناقص ثلاثة في لغة رثمة X على X مربع نأتي لانواحد المقام معناه هذا يضرب هنا لكن لا تنسوا أنه هذا الناقص موضوع على خط الكسر إذا كان أي عدد موضوع على خط الكسر فيشاركه البسط كليا هذا الناقص سينشر إلى هنا فصبحينا هكذا F فتحة لX تساوي نضع هكذا نحن قمنا الآن بتوحيد المقام فهذا يضرب إلى هنا سبحينا X مربع وهذا الناقص ندخله إلى هنا ناقص ثلاثة ثم هذا إلى هنا زائد ثلاثة في لان X ركزوا الآن هذه القيمة أليست هي هذه يقول لحدكم لماذا يا أستاذ لأننا لم نرتبها فقط X مربع ها هو X مربع ثلاثة لغة رثمة X ها هي ثلاثة ناقص ثلاثة ها هي يعني يمكن أن نأتي إلى هنا ونحرف هذه هكذا ونكتبها في هذا المكان فتصبحنا تسوي لنا G لX على X مربع وهو المطلوب الذي طلب مننا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد يأتي سؤال استنتاجي قال ثالثا استنتج اتجاه تغير دالة F إذن نكتب هنا استنتاج اتجاه تغير الدالة F أكيد على مجال التعريف لهو من الصفر إلى زائد ما لا نهائي نحن ماذا نملك واجبنا أن نقول لدينا أن ماذا أن F فتحة لX تسوي لنا G لX على X مربع نقول فإن إشارة F فتحة لX من إشارة ماذا من إشارة G لX لأن ماذا لأن X مربع هذا قيمة موجبة تماما هذا قيمة موجبة تماما على المجال الذي نحن ندرس فيه إذن على المجال هنا من صفر إلى الزائد ما لا نهائي معناها هذا القصر إشارته من إشارة البسط ما قام كيف هو موجب لأنه مربع فتصبح لنا لاحظوا جيدا فتصبح لنا هذا الجدول إلا أنه نكتب هنا ماذا نكتب هنا F فتحة لX لماذا لأنه أصبحت هو المسؤول نقول الآن الدالة F كيف هي متناقصة تماما على المجال ما هو من الصفر إلى الألف هكذا لكن عند صفر مفتوح لأن الدالة معرفة ومتزايدة تماما على المجال ما هو المجال الأبنائي من الألف إلى الزائد ما لا نهاية والألف أتركوه مغلوق لأن الدالة تقبل الاشتقاق هناك ويصبح لقال ثم شكل جدول التغيرات إذا نأتي الآن إلى نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F أكيد على مجال التعريف الذي أعطي لنا الآن إذن هنا ما علينا إلا أن الآن يعني جدول التغيرات هو ملخص كل الأعمال التي قمنا بها في الجزء الثاني لاحظوا جيدا ودائما أنصح أبنائي باستعمال أدوات المدرسية حتى تأخذون النقطة كاملة أولا عندنا مجموعة التعريف أن نقلنا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية معناه نضع هنا X من الناقص عفوا من الصفر أعتبر من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا هنا F فتحة لX قلنا تنعدم عند ماذا عند ألف من هنا زائد ومن هنا ناقص يقول أحدكم لماذا يا أستاذ ها هي لماذا انظروا هذا الأمر ثم عندنا كذلك هنا جهة F لX هي جهة صور متناقصة معناه هكذا ومتزايدة معناه هكذا حسبنا النهاية عند الصفر فوجدناها زائد ما لا نهاية وهنا كذلك وجدناها زائد أرجع الفيديو إلى النهاية سوف تجدون أما هنا فنقول F إذن F لمن لألف لأن معناه هذا يأتي إلى هنا فتقرأ F لألف فقط لو كانت هنا بمعنى عندنا X نقول F لو كانت هنا عندنا خمسة نقول F لخمسة نكتب F لخمسة لكن بما أنها ألف فنقول F لألف فقط بعد ما أنهينا مع هذه الجزء نأتي إلى رابعا قال بيّن أن المستقيم دالتا ذو المعادلة X Y يسوي X زائد 1 مقارب مائل لمنحنة C أكيد بجوار زائد من لأن الدلة معرفة من الصفر إلى زائد من إذن نكتب هنا البرهان أن المستقيم دالتا كيف هو مقارب لمن للمنحنة CF ركز نقول هكذا نقول limit F لX ناقص Y لما X يؤل إلى زائد من يجب علينا أن نجد هاته السعيد السفر قلت يجب أن نجد هاته السعيد السفر نصبح لنا limit يعني نهاية التفرق ستصبح لنا limit X زائد 1 ناقص 3 لان X على X ناقص Y يعني ناقص هذا ندخل عليه الناقص نصبح ناقص X ناقص 1 هكذا لما X يؤل إلى زائد ماني أولا هذا وهذا 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 يذهبان فتصبح لنا يسوي limit ناقص 3 في لغة X على X هكذا لما X يؤل إلى زائد ماني ناقص 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 نهاية شهيرة التي قلتها سابقا أن limit لان X على X قوان لما X يؤل إلى زائد ماني معروف أنها تسوي الصفر معناه هذا كليا يعطي لنا صفر هل وصلنا إلى نهاية الفرق نعم نقول ومنه دالت مستقيم مقارب مائل لمن للمنحنة CF بجوار أو عند الزائد من النهاية ثم جاء السؤال الذي يأتي دائما معه أدرس وضعية المنحنة CF بالنسبة إلى دالت إذن نكتب هنا دراسة وضعية ماذا وضعية المنحنة CF بالنسبة إلى ماذا إلى المستقيم دالت تقول قاعدة نقول ندرس ندرس إشارة ماذا إشارة الفرق ما بين F لX ناقص Y لكن على مجموعة التعريف على المجال من الصفر إلى الزائد ماذا نهاية قلت من الصفر إلى غاية الزائد مالا نهاية لاحظوا معناه صبح لنا هكذا F لX ناقص Y يساوي ركزوا جديدا ها هي F لX ناقص Y نزعوا إلى كلمة limit صبح لنا هذا يذهب مع هذا ماذا أصبحت ها هي ماذا تساوي أصبحت تساوي لنا ماذا تساوي ناقص ثلاثة في لغة لتما X على ماذا على X لاحظتم يعني لما يقول أدرس الوضعية لا دعي أن نقول F نقول هذه F ناقص X ندرس إشارتها ونضع ها هو الجزء الذي وجدناه فقط معناه ندرس إشارة هذا الفرق فقط تابعوا جيدا إذن تعالوا ندرس هذا الفرق إذن نقول نركزوا جيدا نحن ماذا نملك نقول إشارة الفرق من إشارة ماذا من إشارة ناقص ثلاثة في لغة X لأن ماذا لأن X الذي موجود في المقام هذا قيمة مجابة على المجال من الصفر إلى الزائد مال لأن نحن نعمل في هذا المجال تعالوا الآن إذا وضعنا ناقص ناقص ثلاثة لان X إذا فرضنا أنه يساوي الصفر من هو الذي يساوي معروف أنه وجوداء عددين يساوي الصفر المعروف أنه هذا مستحيل يساوي لنا الصفر مستحيل من هو الذي يساوي الصفر معناه هو لان X هو الذي يساوي الصفر لأن هذا العدد عدد سالب ندخل الأسية على كل طر تصبحنا أسية لان X يساوي أسية الصفر يذهب هذا مع هذا بقاعدة أسية لان X أو لان A حيث A عدد مجاب تماما يساوي لنا A إذن يساوي أن X يساوي أن أسية الصفر وهو واحد إذن أين تنعى هذه المعادلة تنعى عند الواحد وعوض لغة الواحد هو 0 ثلاثة هو الصفر ثم بعدها نأتي الآن إلى إنجاز جدول هو بنخلاله نعطي الوضعية وبطريقة جد بسيطة وهنا الفرق والتي في الأسفل نتركها للوضعية لاحظوا وانتبهوا معي إذن أولا لا ننسى مجموعة التعريف دائما من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية ثم نكتب هنا X من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية من هو المسؤول قلنا هو هذا هو المسؤول لهو ناقص لغة الثالثة في لان X أين إن عدم إن عدم عند الواحد نضع هنا هكذا ثم نضع هنا هكذا ثم ينزل إلى هنا ونضع بهذا الشيء ركزوا أرجوكم تحدثنا كثيرا لما قلنا لما نأتي إلى معادلة من هذا النوع ونقول إشارة عبارات قلت نقول إشارة هذا الذي في الخارج في إشارة العدد المظروف في الـ X إذا كانت مكتوبة لنا من هذا الشكل مثلا مكتوبة هكذا Alpha في لان AX فتقول لإيجاد الإشارة نقول إشارة هذا في هذا يعني إشارة هذا الناقص ثلاثة في العدد المظروف في الـ X ناقص ثلاثة في العدد المظروف في الـ X كم تعطيه تعطينا ناقص فنقول هنا نفس وهنا عكس دائما هذه إشارة هذا الذي في الخارج في العدد المظروف في الـ X في الداخل يعني السالب في الموجب يعطينا سالب نضع هنا نفس وهنا عكس نفس الشيء الآن نكتب تلك الجمل اللغوية إذن نقول هنا الوضعية إذن الوضعية معناه أكيد وضعية المنحنة بالنسبة إلى المستقيم نقول يقع فوق ماذا فوق دالتا وهنا نقول يقطع ماذا يقطع دالتا أما هنا نقول يقع أسفل أو تحت دالتا في مرات تجدون هنا لا تتغير إشارة تجدون زائد زائد مرات إذا وجدتم زائد زائد فهنا لا تقول يقطع إنما يقول يمس حتى تفهموا جيدا لكن هذا الأمر نجده مع ماذا مع الممس بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى سؤال آخر مهم قال أنشئ دالتا والمنحنة سياف إذن أولا إذا أتينا إلى دالتا نستعين بالجدول ماذا الجدول المساعد في ورقة المسودة أو في ورقة الامتحان فيجوز إذن هنا إكس وهنا إجراج إذا أخذ الإكس مثلا أخذها الصفر إجراج ماذا يصبح صبح لنا أكيد هو الواحد إذن صفر يقابله واحد إذا إذن إكس أخذ واحد الإجراج كم يصبح لنا لما نجمع صبح لنا كم إثنان صبح لنا الصفر مع واحد التي هي هذه إذن يصبح لنا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي هي واحد مع ماذا؟ مع إثنان ثم الآن ما علينا إلا عملية الربط ما بين النقطتين هكذا لاحظوا إذا أتينا فتصبح لنا ها هي دالتا ويمكن أن يكمل من هنا سيره لأنه مستقيم ها هو أمامكم هذا فيما يخص لاحظوا إذا قلت هذا هو دالتا ونكتب هنا دالتا ثم عندنا ماذا؟ عندنا المستقيم مقارب العمودي ها هو أمامكم لهو x يساوي السفر ها هو أمامكم مستقيم مقارب عمودي سميناه x يساوي السفر ها هو محور التراتيب عندنا الآن القيم الحدية انظروا الألفا الألفا ها هي قيمتها محصورة ما بين 1.40 و 1.41 يعني بالتقريب هنا كما أشير صورتها قال بالتقريب ها هي أفلي ألفا هي 1.68 1.68 لو نأتي إليها لاحظوا جيدا إذن إذن هذه 1.5 نصعد قليلا ونأتي ونضع في هذا الموقع ممكن ونصبح لنا 1.68 إذا قربناها ما نصبح لنا في هذا المكان قيمة كيف هي؟ قيمة حدية ها هي أمامكم حتى تفهموا جيدا لاحظوا بعدها تشبه لنا الحفرة حتى تفهمها جيدا عندنا الوضعية قلنا أين يتقاطعان يتقاطعان في إكس كم إكس يساوي هنا الواحد معناه يتقاطعان المنحنة والمستقيم مقارب في هذا المكان أكيد من هنا لاحظوا ركزوا فقط يأتي مع هذا الجدار كما تلاحظ النقطة الحمراء ثم ينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يتجه هكذا لكن هنا قلنا مستقيم مقارب مائل ألم نقل أن سيف يقبل مستقيم مقارب بجوار زي ما؟ نعم إذن كيف يأتينا هذا المنحنة؟ أكيد يأتينا ها هو كيف يأتينا يأتينا ها كذا لاحظوا سوف نقوم بالرسمة إذن من هنا وينزل ها هو كيف ينزل 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 إلى غاية هذا المكان إلى غاية هذه القيمة الحدية ثم يتجه هنا هنا يعيد الاتجاه نحو المستقيم كما أشير هنا واحذروا أن يقول أحدكم هنا لا هنا لا يجوز حتى تفهموا الفكرة من هنا وهكذا يقترب 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 ثم نتوقف هنا هكذا قمنا برسمة بطريقة جد سلمة يمكن هنا أن نضعه ها هو لأنه يرسم باليد الحر معنى مستحيل أن يكون يقوم أو يشبه كما يعتقد البعض يشبه المنحنة معنى الذي نرسمه بالبرامج لا المنحنة يرسم باليد الحرة حتى تفهموا جيدا لهذا يكون شيء تقريبي حتى تفهموا الفكرة فقط بعد أنهينا مع هذه الزنات الآن إلى السادسة قال ألف بيّن أن الدالة أش ذات العبارة أش لإكس سيكون واحد على إثنان في لغة إكس لكل مربع دالة أصلية لهذه الدالة التي هي لان إكس على إكس على المجال من الصفر إلى الزائد ما لان هي هذه إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن الدالة أش دالة كيف هي أصلية لدالة هذه الدالة هذا الرمز يرمزه هكذا لما نقول معناها دالة لان إكس على إكس لأن الكثير يقول لماذا؟ الدالة إذا لم نسميها نسميها ج أو كذا أو كا أو ماذا؟ تكتب هكذا؟ أكيد على المجال التعريف التي هو بحوزة لهو من الصفر إلى الزائد ما لان هيه ماذا نقول؟ نقول هكذا نقول أدالة أش قابلة للإشتقاق على ماذا؟ على المجال من الصفر إلى الزائد ما دائما لما تقوموا بعمل الاشتقاق قولوا الدلة تقبل اشتقاق على هذا المجال وهو منصف لزيد ما لا نهاية و تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا أش فتحة لإكس تسوي معناه تكون هذه الدلة دلة أصلية لهذه إذا قمنا باشتقاق هذه الدلة أش يجب علينا أن نجدها هذا حتى تفهموا جيدا فتصبح لنا نقوم باشتقاق واحد على اثنان في لان إكس عفوا إذا نقول لان إكس الكل مربع لكن نضع رمز المشتقة هكذا نقوم باشتقاق إذا قمنا باشتقاق أو عملية المشتقة هذه يجب أن نجدها هي هذه لكن الشيء الذي عليكم أن تكونوا على دلائبه ركزوا تقول قاعدة إذا كانت عندنا دلة هكذا آش قوة آن قوة يعني هذه هي ذلك يعني آش قوة آن أي دلة قوة عدد المشتقة هماذا تقول تقول قاعدة هذا ينزل يعني آن ركزوا جيدا إذا قلت هذا ينزل تصبح لنا آن في مشتقة هذه بدون الآن يعني في آش فتحة في آش هذه آن ناقص واحد تقول قاعدة هكذا مشتقة دل قوة آن هذا ينزل تعالوا نطبق هذا العدد لا دخلنا فيه نتركه يتبع لهو يساوي واحد على اثنان وهذا ينزل إلى هنا تصبح لنا في اثنان ركزوا حتى تعلموا إلى تطبيق القوانين في مشتقة هذه التي بالداخل هذه مشتقة لان إكس لهو واحد على إكس في لان إكس بعدما كانت قوة كن اثنان قال هو آن ناقص واحد يعني ننقص لها درجة تصبح لنا قوة ماذا؟ قوة واحد ثم بعد هذا يذهب مع هذا إثنان تذهب مع إثنان تصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد على إكس في لان إكس قوة واحد لهي لان إكس البسط في البسط والمقام في المقام تساوي لنا ماذا؟ تساوي لان إكس على ماذا؟ على إكس وهو الجواب لاحظوا أعيد حتى تفهموا أبنائي ركزوا إذا كانت عندنا دل قوة آن يعني مثل ما قلت لكم لان إكس الكل مثل قوة خمسة وقال قم باشتقاقها تقول قعد هذا الخمسة ينزل إلى هنا تصبح لنا خمسة في مشتق هذه التي بالداخل هي واحد على إكس في لان إكس بعدما كانت قوة خمسة تصبح لنا قوة أربعة هذا الأمر كذلك طبقته على هذه لكن هذا العدد أتركوه يتبع لا أدخل لكم فيه العدد إذا كان مضروف في دالة في عملية الإشتقاق أو عملية المشتقة والدالة الأصلية أتركوه يتبع لا أدخل لكم فيها يعني في تكامل حتى تفهموا جيدا الآن بعدها ماذا نقول لاحظوا إذن ركزوا جيدا إذن سوف بعدما أنا هنا ماذا نقول ومنه ماذا ومنه الدالة آش هي دالة أصلية لمن للدالة التي هنا هي لان إكس على إكس إذن قلت نقول على الدالة أنها الدالة أصلية إذا قمنا باشتقاق هذه يجب علينا أن نجد هذه وانتهى الأمر فقط لكن الشيء الذي أخاف عليه هو عليكم أن تتعلموا كيف تقوم باشتقاق هذه العبارة هذا تركناه ثم هذا أنزلنا إلى هنا في مستقلة بالداخل في العبارة نوقس لها درجة فوجدنا لان إكس على إكس التي هي مطلوبنا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال با أحسب أس مساحة تلحيز المستوي المحدد بالمنحنة سي أف والمستقيمات التي معادلتها إكس يسوي واحد وإكس يسوي الأسية وإكلاد يسوي إكس يسوي واحد وهذا أكيد هو دالتا تعالوا الآن نلاحظ لما يقول أحسب مساحة الحيز معنى الحيز يعني شيء مغلق إذا كان معنى هكذا هذا ليس بحيز يجب أن يكون شيء مغلق إذا لاحظوا جيدا أولا نكتب هنا حساب ماذا؟ مساحة الحيز أس إذا المساحة الحيز أس تعالوا الآن نريكم أين هو هذا الحيز أولا قال التي المحددة بي المنحنة إذا أولا ها هو المنحنة انظروا المنحنة ها هو أمكم والمستقيمات إكس كم يسوي إكس يسوي لنا واحد ها هو إكس يسوي واحد وهو إثنان فاصل واحد وسبعون أو إثنان وسبعون بالتقريب ها هو و ماذا؟ و دالتا ها هو دالتا انظروا و ماذا؟ و المنحنة ها هو المنحنة يركزوا جيدا ها هو المنحنة أين هو مساحة الحيز؟ ها هي تلك مساحة الحيز أس الذي يتحدثنا عليه هذا هو إذا لاحظوا جيدا نقول أس يسوي التكامل دائما هذه تسمى حدود التكامل إكس يسوي إكس يسوي الصغير ثم الكبير لكن هنا أركزه لاحظوا تقول قاعدة إما أن نقول أفلي إكس ناقص إجراج أو نقول إجراج ناقص أفلي إكس متى نقول أفلي إكس ناقص إجراج و متى نقول إجراج ناقص أفلي إكس إذا كانت المساحة فوق المنحنة المساحة فوق المنحنة ها هي فوق المنحنة المساحة هاية فوقه قولوا Y ناقص F ل X هكذا تفاضل X أما إذا كانت المساحة مثلا جاءت في هذه الأماكن هنا كما أشير فقولوا F ل X ناقص Y إذن احفظوا هذه القواعد أرجوكم إذا كانت المساحة فوق المنحاني قولوا Y ناقص F ل X إذا كانت أسفل منه يعني جاءت مثلا في هذه الأماكن كذلك مثلا مع صورة هنا هذه كما أشير إلى غاية هنا هكذا قولوا هنا E F ل X ناقص Y هذه القواعد أحفظوا إلا سوف تتحصلون على المساحة سالبة وهذا غير موجود سبحانا S يساب التكامل الواحد إلى الأسية ل Y ها هو Y لهو X زائد واحد ناقص F ل X F ل X كما تعلمون أنه نحن نملك F ل X اللي هي X زائد واحد ناقص ثلاثة في لان X على X ندخل عليها ناقص سبحانا أدخل على هذه كليا ناقص فتصبح لنا ناقص X ناقص واحد زائد ثلاثة في لغة لثم X على ماذا على X الكل تفاضل X لم أفعل شيء أبنائي عودت الأفل X بعبارتها والإقلاق بعبارتها يذهب هذا مع هذا مع هذا سبحانا As يساوي ماذا يساوي؟ التكامل من واحد إلى الأسية لثلاثة في لغة لثم X على ماذا على X تفاضل X هذا بما أنه ثابت لهو الحق أن يخرج إلى هنا مثل ما قلت لكم في المشتقة أو في الدالة الأصلية تكامل أترك العدد ليس الـ X أتركه يخرج دائما صبح لنا ثلاثة في التكامل من الواحد إلى الأسية لمن؟ ليلان X على ماذا؟ على X تفاضل X ركزوا الآن وصلنا إلى المطلوب ألم نقل أنه اللغة لتم X على X هذه هي دالتها الأصلية هي A نعم قلناها فتصبحنا As يساوي ثلاثة في التكامل من واحد إلى الأسية لمن؟ لأ عفوا عفوا أعتذر الآن بعدما إذن هذه دالتها الأصلية هي هذه بعدما نضع الدالة الأصلية ماذا تقول قاعدة؟ ننزع هذا حدود التكامل ننزعهم ونعوذ بالدالة صبحنا A لـ X وهنا من واحد إلى الأسية إذا عوضنا الآن هذه عوضناها بالدالة الأصلية عليكم أن تفهموا أن تنزع هذا هذا الخط المنحني ينزع وتوضع الحظينتين ويضع السغر هنا والكبير هنا ثم ما علينا الآن أبنائي إلا التعوذ بي الكبير ناقص السغر معناه نعوذ الآن هذا هنا ثم ناقص هذا هنا أركزوا أرجوكم فيصبح لنا هكذا فيصبح لنا S يساوي ثلاثة في H للأسية ناقص H لمن لواحد لأن قلنا هذه دالة الأصلية هي H لكن نحن H لـ X قلنا أن هي واحد على اثنان في لغة X الكل مربعة تصبح لنا الآن عوذ مرة بالأسية ومرة بواحد نصبح لنا S يساوي ثلاثة في واحد على اثنان في لغة 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 مرة مرة ناقص ناقص عوذ الآن واحد على اثنان في لغة واحد الكل مربعة تصبح لنا S يساوي لكن نحن نعلم أن لغة الرثمة الأسية هو واحد معنا هذه نصبح لنا كم واحد مربع نصبح لنا ثلاثة في واحد هنا تخيلوا تصبح لكم واحد مربع وواحد معنا هذه واحد في واحد واحد كم واحد نصبح لنا واحد على اثنان ناقص معروف أن اللغة الرثمة واحد هو الصفر فهذا يذهب كليا إلى الصفر ناقص صفر نصبح لنا S يساوي الآن هنا بالداخل على ما تحصل على نصف نصف ثلاثة معنا تصبح لنا ثلاثة على اثنان ثم لا ننسى هنا U A يعني وحدة مساحة أما إذا قال في نصف 80 سنتيمتر فاكتب هنا سنتيمتر مربع لكن هو لم يحي إلى الوحدة نكتب هنا U أمعناه وحدة مساحة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك وهي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته